قال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم أن دولة الكويت نجحت بجهود الكوادر الطبية في تجاوز موجة جديدة من وباء فيروس كورونا بأقل الأضرار على المستويات الاقتصادية والصحية والمجتمعية أضف سموه في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء أن الخطة المسبقة الموضوعة من قبل الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة استطاعت التعامل مع الموجة الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على لطفه الحمد لله على قضائه الحمد لله من قبل ومن بعد الحمد لله حمدا كثيرا خواتي وأخواني المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بفضل من المولى القدير أولا وجهود الكوادر الطبية ثانيا نجحنا في تجاوز موجة جديدة من وباء فيروس كورونا بأقل الأضرار على المستوى الاقتصادي والصحي والمجتمعي ولله الحمد فإن الخطة المسبقة الموضوعة من قبل الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة استطاعت التعامل مع الموجة الجديدة واليوم وبعد الشرح الوافي الذي قدمه الأخ معالي وزير الصحة دكتور خالد السعيد عن تطورات الوباء في الكويت وانحسار الموجة الأخيرة وارتفاع نسبة التطعيم فإن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم راجع القرارات الأخيرة وفق توصيات وزارة الصحة كما تدارس الإجراءات القادمة في كيفية التعايش مع وجود فيروس كورونا ومتحوراته واتخذ قرارات بإلغاء العديد من الإجراءات السابقة والتي سيقوم بشرحها وتوضيحها معالي الأخ وزير الصحة بعد قليل ستعود رص الصفوف في البساجد وتفتح المجمعات التجارية للجميع وحضور الطلبة إلى المدارس دون فحص البي سي ار والسماح بالسفر للكافة وكذلك إلقاء الفحص للمسافرين العائدين إلى البلاد وغيرها من الإجراءات التي سيتحدث عنها باستفاضة الأخ معالي وزير الصحة وهذه القرارات لا تعني نهاية الإجراءات الاحترازية الصحية الشخصية بل واجب لحماية الصحة العامة الالتزام بها وخاصة لبس الكمام أخواتي وأخواني خلال فترة الجائحة والتي استمرت لقرابة السنتان كانت هناك الكثير من الدروس والعبر والمراجعات المهمة للأجهزة الحكومية وأعمالها وألياتها داخليا ولعل الدرس الأهم فيها أن الكوادر الوطنية في كافة الجهاد على قدر عال من المسؤولية في مواجهة الوباء مهما اختلفت الآراء والمخترحات ولا ننسى كذلك دور الأخوات والأخوة الوافدين العاملين في الأجهزة الحكومية في النهاية أتوجه بالشكر إلى كافة المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الفترة الماضية والتزامهم في التعليمات الصحية مما كان له الأثر الكبير في تجاوز الموجة الجديدة من الوباء بسرعة وبأقل الأضرار كما اتوجه إلى كافة العاملين في القطاع الحكومي والخاص فردا فردا على كل ما قدموه خلال تلك الفترة لخدمة الوطن والمواطنين وشكرا لكم احنا بس قبل الله نستمع على كلمة معالي الوزير الصحة ودنا نقرأ معاكم نشارككم في القرارات التي تم اتخاذها هذا اليوم وبعدين في كلمة لمعالي وزير الصحة فرح نأخذ منكم الأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم قرر مجلس الوزراء التالي أولا أحيط المجلس علما بقرار وزير الصحة بشأن ضوابط وشروط المحصنين متلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا واحد تعتبر الفئات التالية مكتملة التحصين ألف من تلقى الجرعة التعزيزية التنشيطية من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت من لم يمضي تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت جيم من تعافى من الإصابة بفايروس كورونا ولم يمضي على تاريخ الإصابة فترة ثلاث شهور اثنين يعتبر غير مكتمل التحصين كل من مضى تسع أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت ثلاثة يعتبر غير محصن كل من لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت أو لم يكمل الجرعة يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 ثانيا بناء على قرار وزير الصحة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها بشأن إجراءات السفر من وإلى البلال السماح لغير المحصنين بالسفر اتنين إجراءات القادمين إلى البلاد ألف مكتمل التحصين الغاء فحص البي سي آر قبل الوصول إلى البلاد الغاء فحص البي سي آر عند الوصول إلى البلاد الغاء الحجر المنزلي المطبق بعد الوصول إلى البلاد با غير مكتمل التحصين الغاء فحص البي سي آر قبل الوصول إلى البلاد الالتزام بالحجر المنزلي لمدة سبع أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بي سي آر يؤكد الخلو من الفيروس جيم غير المحصن إجراء فحص بي سي آر قبل القبول على الرحلة بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا يطبق الحجر المنزلي لمدة سبع أيام بعد الوصول مع إجراء فحص بي سي آر باليوم السابع يؤكد الخلو من الفيروس وذلك لإنهاء الحجر ثلاثة يستثنى من ذلك الأطفال منهم دون السن السادس سنة يعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 ثالثا بناء على قرار وزير الصحة بشأن الإجراءات مواجهة فيروس كورونا واحد تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة بالتطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي ثنين السماح بدخول للمجمعات التجارية لكافة الفئات المحصنين وغير المحصنين ثلاثة السماح بدخول إلى الأماكن المغلقة دور السينما المسارح قاعات الحفلات لغير المحصنين شريطة إجراء فحص بي سي آر يؤكد الخلو من الفيروس قبل 72 ساعة على الأكثر ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن السادسة عشر سنة مع إلغاء التباعد بتلك الأماكن مع الالتزام بلبس الكمام وتطهير اليدين أربعة السماح باستغلال وسائل النقل الجماعي بكامل القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بلبس الكمام خمسة إعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا ستة السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة على أن يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعمل بهذا الأجراء أتبارا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 سبعة عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية وذلك أتبارا من يوم الأحد الموافق 13-23-22 ثمانية تكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القرار ويلغى كل حكم يتعارض محكام هذا القرار رابعا بناء على قرار وزير الصحة بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالحضور إلى المدارس للأطفال سن السادس عشر سنة وألف إلغاء فحص البي سي آر الأسبوعي لغير المحصنين عند الحضور با اقتصار العزل على الحالات الإيجابية أو الحالات التي تظهر عليها أعراض جيم تكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القرار ويلغى كل حكم يتعارض مع حكام هذا القرار وقبل لا نأخذ الأسئلة أستأذنكم بس معالي وزير الصحة تفضل إذا عندك كلمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكاد يعني الشهر هذا شهر فبراير يكون سنتين من بداية الجائحة بالنسبة لنا بالكويت أول حالة سجلت بالكويت كانت 24 فبراير 2020 سنتين ونحن كمواطنين ومقيمين وأطعم طبية نحارب هذا الوباء وهذه الجائحة طبعا أنا لازم أشكر أخواني يعني وزملائي الأطقم الطبية على تفانيهم على مدى سنتين في مكافحة الجائحة يعني هذا أقل ما أقدر أعمله أو أسجله لهم أحب أشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم واستجابتهم للإرشادات الشديدة السابقة على مدى سنتين والتي أدت إلى الحمد لله على تجاوز أربع موجات وبائية إلى الآن والحمد لله الموجة الأخيرة كانت الحمد لله قصيرة ونزول سريع الحمد لله للحالات واستقرار للإشغال السريري في المستشفيات والعناية المركزة بفضل من الله سبحانه وتعالى وأيضا يعني طبعا لا ننسى دوركم بأخذ اللقاح نسبة التطعيم بالكويت وصلت 85% رأينا نتائجها على حماية المنظومة الصحية بالكويت بعدد الوفيات القليلة الحمد لله الله يرحمهم جميعا وعدد الدخول إلى المستشفيات وعدد الدخول إلى العناية المركزة طبعا الجائحة هي إن شاء الله في طريقها إلى النهاية لكن ما زلنا نحتاج إلى الاحتراز وزارة الصحة مع تشجيعها للانفتاح والتوسع في الانفتاح لن تترك الترصد الوبائي للتأكد من عدم وجود أو عدم ظهور موجة خامسة وسنستمر بتشجيع أخذ التطعيم لأنه ثبت فعاليته ومؤمونيته وحمايته لأرواح المواطنين والمقيمين طبعا يعني الدعم الذي حصلت عليه وزارة الصحة على مدى سنتين من القيادة السياسية كان دعم لا متناهي متواصل والشكر الموصول لصاحب السمو الأمير ولي عهده الأمين وإلى مجلس الوزراء الموقر وعلى رأسهم رئيس المجلس سمو الشيخ صباح وكون سعيد طبعا لتلقي أسئلتكم للإجابة عليها إن شاء الله وأحب أطمنكم أن المعلومات التي ذكرها أخي المتحدث الرسمي ستكون موجودة على موقع وزارة الصحة وستكون موجودة على موقع التواصل الحكومي بتفاصيلها حتى لا يكون هناك أي عدم فهم أو يعني فهم لبعض الإجراءات وشكرا ترجمة نانسي قنقر